السلام عليكم دكتورة نجلاء اليوم سنبدأ في نيرفل سيستم سنبدأ في نيرفل سيستم سنتكلم عليهم أول حاجة الفاسكولر ديزيزيز ثاني حاجة الإنفلاميشن ثالث حاجة تيومرس أوفزا سيئنس أول قديجر سيبدأ فيها إن شاء الله اسمها الفاسكولر ديزيز أوفزا نيرفل سيستم أنا بقسم عندي الفاسكولر ديزيز الأول حاجة انتراكرينيال هيمورج وده بقسم النوعين مينجيال هيمورج أند سيريبرال هيمورج ثاني حاجة فاسكولر مالفورميشن عيوب القياف البلوت بيزلز ثالث حاجة سيريبرال أنيوريزم رابع حاجة سيريبرال انفاركشن أند سيريبرال إديما between이면서 هيمورج أندستندس من أصدقquote من أصدقات مينجيال هيمورج أو السيريبرال ثاني نسمع من أصدقات میننجية الهيمورج غير مั้ل يعني ديورة وبين الديورة وبين الاسكالب وده ببقى سببك تروماتيك رابشور والميدل مينجا الأرتري وده مقلت أرتري يعني البرشور فيه عالي يعني النازيف ده ببقاش قليل ببقى سيفير بس الحمد لله بقى له عملية بتصلح بها ثاني حاجة عندي سب ديورة لتحت الديورة بين الديورة وبين الاركنويد وده لو كانت الترومة جامدة شوية لكن الحمد لله قليل لان الربشور هنا ثلاث حاجة عندي ثلاث حاجة عندي تحت الأركانويد وده بيكون علشان خاطر ياما ترونه مجامدة من مرة أثرت على الكابيرز والسمول أرتريز ياما كان فيه عندي أنيونزم وربشر أو جنرال كوزيز زي الهمراجي بلود ديزيز زي الهيموفيليا أو الهايبر تنشان المنينجيا الهيموريج الثالث حاجة السريبرال هيموريج اللي هو الإنصائي برين كما نفسه أول حاجة بتيكيا الهيموريج يعني في صورة سمول سبوتس وعادة ما بيكون السبب بتاعه وعادة ما بيكون السبب بتاعه انفلاميشن أو لو ترومة من مرة جامدة سنة يبقى ترومة من انجيتس انسفاليتيس أو تاني حاجة وده أخطر واحد يوم اللي هو الفيتل ماسيف سريبرال هيموريج أو بسميه وده بيكون عشان خاطر برينش من الميدل سريبرال أرتري ورابد لفيتل طبعا ومعظمهم ما بتلحقوش والسبب الرئيسي بتاعه بعد كده حط تحتيت ترومة أو حط بعد كده تيومرز طب ايه مشكلة الهيموريج أصلا طبعا هيبقى كومبريشن كومبريشن بقى على اي برينك ما موجودة في البين وده كانت أخطر حاجة وقادي الصورة هي بتوضح ان فيه سريبرال هيموريج خلصنا أول كاتيجوري اللي اسمها الهيموريج ثاني حاجة عندي فاسكولر مالفورميشن يعني عيوب في تخليق البلد بيزلز قالك والله أول حاجة فيها أرتريو فيناس مالفورميشن يعني فيه كوميوركيشن ما بين الأرتريو والفينز وده الموست كومن ما بين السريبرال أرتريز والسريبرال فينز ثاني حاجة كافيرناس أما أنجيومة أو كافيرناس همانجيومة ودي سمعناها قبل كده ودي بتبقى ليس كومن وتقريبا أسمتهم عبارة عن كافتيز ماليانة أربيسيز وبينهم ببين بعض جلاه يلتشون بتعملك شوية نيرولوجيكال منفستيشن زي في سورة إبليبسي أو سورة كونفولشن يعني عندي دلوات تاني الكديجوري اللي هي الفاسكولر مالفورميشن خدت فيها نوعين الموست كومن بتاعهم لإيه بي مالفورميشن ثاني حاجة الكافيرناس أو هيمانجيومة ثالث حاجة عندي سيريبرال أنيوريزم وإحنا خدنا قبل كده في الفاسكولر الأنيوريزم يعني إيه؟ يعني والآن هنا بالنسبة لك أتكلم على الأرتري اللي يحصل في البرين أنيوريزم قالك والله عندي أربع أنواع ممكن يحصلوا من الأنيوريزم أول حاجة كونجينيتل أنيوريزم وده اللي بسميه تاني حاجة المايكوتيك أنيوريزم ثالث حاجة الأثروسكيلوريك أنيوريزم رابع حاجة الأرتريو فينس أنيوريزم خلي بالنا أن التلاتة اللي فوق اللي هما الكنجينيتل مايكوتيك أخروسكيلوريك دول روو أنيوريزم رابع حاجة الأرتريو فينس أفولس أنيوريزم أول حاجة عندي الكنجينيتل أنيوريزم وده أنا بسميه بيري يعني توت أو كريبس لأن الشكله بيكون ساكلر زي الكريب أو زي التوت بدا بيكون الصايد بتاعه في السيركل عند البايفوركيشنز بداية السيريبرال أرتريس وده طبعا بيكون قولنا كونجينيتل عشان فيه كونجينيتل دفكت في الميديا بتاع البلاوت فيزلز وعادة بيكونه مالطبول يبقى أول حاجة عند الكنجينيتل يبقى سميه بيريانيوريزم علشان شكله وبيكون يماسنجل أو مالطبول على حسب وبيكون مكانه في البايفوركيشن بتاع السيركل قولنا السببه بيبقى كونجينيتل في الميديا ثاني حاجة مايكوتك مايكوتك كلمة مايكوتك يعني فانجس لكن هو ميش بسبب فانجس مايكوتك جات علشان خاطر هو شكله زي الماشروم شب أو شكله زي الفانجس لكن السبب بتاعه أنا هنا بواست الميديا بتاعتي إما بإنفلاميشن أو إنفكشن من الصابة بكتيريال إندوكاردايتس إما بأنتيباضيز من البولي أرتريديس نيدو زي اللي اتنين دول بيبوزولي الميديا بتاع البلاوت فيزلز بيعملوا والإنفلاميات الويكنيس في الفاسكو دروول بتاعه وعادةً برضو بيكون مكانه في السيركيليفوليس الثكولودك بيكون في وعادةً بتكون مالفورميشن زي أي أنيوريزم أول حاجة بعمله طبعاً الربشر يعمل صبع الكينويد هيمروش لو ربشر ولو أخذنا بالنا في صبع الكينويد هيمروش وحنا بناخده دلوقتي يخذنا من أسبابه ربشر في الأنيوريزم تاني حاجة عندي ده بستجننت بلط سهل أو يحصل عليه سرومبوز أو رابع حاجة طبعاً على حسب المكان اللي هو فيه لبعنا كده خلصنا الثالث من السيريبرال أنيوريزم وإن الأربع أسباب بتاعتها المشهورين أول حاجة كونجينيتل أو بسميه تاني حاجة ميكوتك أنيوريزم ثالث حاجة الأسروسكيلوريوتيك أنيوريزم ورابع حاجة الإيفي أنيوريزم سيريبرال انفاركشانوس نحن نتكلمني عليهم قبل جدا مش هننتكلم عليهم تاني أنا بس يهمني في الجنرال أنا بس يهمني في الإديما أنك تعرف الفرق بين الإديما وبين الهايدروكيفلوس الاتنين أنا محوشها ميا جوا البرين لكن السيريبرال إديما أنا محويشها ميا إنسية برينكيمة بتاع البرين لكن الهايدروكيفلوس أنا محويشها الـ CSF جوا الـ Ventricular سيستم بتاع الـ CSF البلض حتى WA consultant انتظام التفابق بسانÜ النقطة في الى سورة هذا هو التأثير السيف السبيس أيضا المؤكس من قował PO어 والطبعا هيhyدروكوفلسس عند تعطيب ممكن لحمقم وصلت لك من قيام ؟ السفليار ممكن ال� quêيفروا وكرتقره mascolla بؤدي الزوجة لزوق الان فأنا عملت ديلاتيشن وحوشت السي اس اي فجو يبدا كون جينية الكوزيس قال لك هأسي ومنوعين عملت اوبستراكشن حطيت لك حاجة كده تقفل الباصوي مش كون جينية البحث حاجة تقفل الباصوي طب هو ايه اللي كان نقفل انا عندي السبابين كوار قوي اللي هم المينينجايتس طب من جوتك بتعمل ازاي قال لك والله الانفلاميشن هالسبسايد وهذه يحصلك فيبروزيس الفيبروس اديجنز ديت تقفل الفورمان بتاع الفورس فينتركل او سابركنوتي سبيس فهتعمل اوبستراكشن يما عندي برين تيومر يما عندي اه كل يدور يعمل كومبريشن على الباصوي بتاع اسي اسي فعمل اوبستراكشن قال لك تاني حاجة انا اصلا مش عارف اصرفه كويس انا عندي فيه مشكلة في الابزوربشن بتاعه طب الابزوربشن محصل عن طريق ايه قال لك مع عن طريق اركنيت باللهي قال لك انا جبت فيها فيبروزوس انا جبت فيها انفلاميشن اكسيو ديت افل الحتة دي او اه فيه اه تيومر افلها او لو عندي فيه في السوبيريوس ساجدة للسينيسيز الفينزي ديت فيها سرومبوز برضو هتقفل و هتعمل ديفيشن تأبزوربشن يبني عندي كده الكوزز بتاعه الهايدروكيفلس من متجيلة انيوميريشن كونجين تلك الكوزز قلناهم واكوار دي كوز بقسمها لنعين باستراكشن للسي اس اف لو و ديفيشن تأبزوربشن للسي اس اف طب هيعمل ايه قال لك والله على حسب لو انا عندي انفانت ولسه السوتشار زبتات اللي تقلم مقفلش هيعملي اللارجي منت للهيد هيبقى راسه كبيرة وبعدين هيعمل لي برين اتروفي تافل قضل طعالة طول برين اتروفي ممكن يعمل كمان هيزود اصلا الانتراكرينيالتنشار وممكن يعمل لك برين هيرنيشن سيربرا الانفاركشن وسيربرا الانفاركشن اشتركوا في القناة فيجمع الله اشتركوا في冠 القناة بتيجي في اي سن الانفنت الالتشيلدرين القاضل والروت بتاعها بيبقى دروبليت انفكشن بناخدها عن طريق الدروبليت تخش عن طريق البلد للبراين ومن اسمها سابيوردف يعني تعمل لي بص جوه البرين طب ده حاجة ديفيوز ولا حاجة الكوليس ده حاجة ايه حاجة ديفيوز فبتعمل نيكروز وتعمل اكسيوديش وبتعمل بيرلينت اكسيوديت جوه الميننجيس لما بتكلم على منجريتس غالبا بتبقى واغده لاركينويد وبيا ماتر ليبتو منجريتس اللي انا هاجي اشتكلم ايه انا عملت فليويد انا عملت بيرلينت اكسيوديد يعني زودت البريشور جوه البرين وعملت ايه هتجي المنفسيشن بتاعت الانتركنان تنشن العالية زي الهيدك والفومتنج والكونفالجنز ودي سابيوردف انفكشن يعني ابقى معاها فيبر طب ايه كوملكيشة قالك والله البرين في الحيطة بتاعت المينجيس ماليانا فيزلز وماليانا ارتريز وماليانا فينز طب هتعملك ايه في الارتريز بتعملك سرومبوزن الارتريز فتعملك برين انفاركشن بتعملك سرومبوفلبيتس فتعملك سيستيميك بايميا الحاجة اللي مش عاوزك تنساها ان في اهم حاجة الادرينيو كورتكال هيمورج لما بىحصل عندي بينجيتس أو برين افسس بى حصل بييميا اسوبتيسيميا بتأثر على سبرارينا الالجلانز بتعمل فانيكروز بتعمل فيها ادرينيو كورتكال انسوفشنسي وادرينيو كورتكال هيمورج فالعيان د بقى عنده برين افسس او منينجيتس ومعيها الادرينيو كورتكال هيمورج ونقص في الكورتزون عندو فسميها ده سندروم ده وترهوس فردريخسون Gastroats ممكن يجيلك امرس كاوتروفلز الوتر هاوس فريدرخسون سندروم ده سندروم في ميننجايتس ومعها رابع حاجة ممكن تحصل ده زي اي انفلاميشن وطبعا هنا قلت هيلنج فيبروزيس لكن لما اتكلم على البرين نفسه مفيش في فيبرو بلاست يبقى الهيلنج بتاع يكون بالجليوز لك لانا لسه في ميننجيس يبقى هيلنج في الفيبروزيس وانا لسه واخد من شوية لما يكون في ميننجايتس بيحصل معها فيبروزيس وبتقفل لي السي اس اف فالعيان ده بيبقى عرضة لن يجيله هيدروكافلس ممكن طبعا يعمل على الكرينيال والسباينال روز تاني حاجة عندي الفرق بينه وبين الميننجايتس انه ده كان ديفيوز لكن ده لقلايز وابسس يعني كافيتي كونتين بس اي اشهر اوجريزم اللي تم طبعا الستاف والستريبتي والنيوم هيخشي للبرين من اين بقى ممكن يخشي للبرين عن طريق بيومك ابسس كان عنده في البلد وعمل مع سيبتك امبولاهي دخل البرين وده هيعمل لي ملطبول سمول ابسسس جاي من البلد مش بايمك ابسس بلد سبريد من اي انفكشن موجودة واشهر انفكشن بتبقى لنك ابسس عادة بيبقى معاها برين ابسس تلت حاجة خد ضربة على دماغه جمدة جدا فالورجريزم دخل مع التروما ففيه كومباوند فلاكشور في السكال رابع حاجة اللي مش هزا بتنساها انا عندي البرين والسكال دوت فيها اير وفيها نوز ممكن يحصل معاها اي انفكشن في القوتيتيس ميديا تعمل لك مثلا تيمبرال ابسس السيناسيتس ممكن تعمل لك ابسس فرانتال ابسس لكن ده ببقى ايه قرير شوية مع السيناسيتس لكن القوتيتيس ميديا مشهورة جدا الصيليتس في استومالاتس في البون وتخش لك على البرين دايرك تعمل لك برين ابسس يبس سؤال بتاع البرين ابس ممكن يجي لك الرؤوس بتاع الانفكشن عندي فور روتس اول حاجة ما تنساش داريكت سبريد من انفكشن جوه قوتيتيس ميديا سيناسيتس او مستيوديتس بلاد سبريد من انفكشن وما تنساش ابدا لانج ابسس ثلاثة حاجة عندي البايميك ابسس موسبتك اي مولاي تعمل لك موطب او خاد انفكشن من بره خلال كومباوند فركشور في انفلس ادي الصورة بتبقيلة دلوقتي برين فوق وفي كافتي موجود وكنتين باص مستورة اللي تحتية بتقولك ان الباص ده كان عبارة عن شوية نيوتروفيلز وشوية باص وحواليهم طيليت وشوية انفلاميشن وإدين كلام ده كله مفضوح ناخد نقبل كده في الجنر طيب الهيلنج بتاع البرين افسس انا قلت برين افسس يعني الهيلنج بتاعه بالجليوزيس ده بقولك ببقى رير شوية وبقى محتاج اصباريشن طبعا وممكن يتحول لكرونيك افسس طب ايه كومبلكيشن برضو نفس الكلام انا زودت الانترا أنا جبت برضو بص في البرين يعني زودت التنشن بتاع البرين يعني ممكن يحصل البرين هرنيشن تاني حاجة ده باص ممكن يضغط لي على اي منطقة هو فيها ده كافتي ومليان باص عامل زي مكون تيومر لايك مايس في يعمل بريشور مانيفستيشن وعن حسب الاريا بتاعته تالت حاجة طبعا السبريد بتاعنا طبعا يطلع للملينجيس يعمل لك سيبتك ملينجيتس صب ديور أبس او يعمل نحفظها مع بعض أنا عندي central nervous system أنا عندي central لام peripheral لو قلنا central عن حاجات جوال brain وال spinal core الحاجات اللي خارج من بره يعني اللي خارج البريفرال نيرف سلم عشان نخلص من البريفرال نيرف أنا عندي tumors of the peripheral nervous cheese ليش هو نومة وال نيروف برومة دي اول حاجة من كده المنينجيومة أو المنينجيال ساركومة يبقى كده خط حاجتين المنينجيومة أو المنينجيال ساركومة تاني حاجة المنينجيومة أو المنينجيال ساركومة في مالينات بعد كده أنا عندي brain نفسه العبارة عن شوية نيرون وشوية glial تشو المقصود بها الكنيكتف تشو of the brain ودي عندك glial سلز بتبقى سلزة بتبقى سلمان ضمنها الأستروسايت أو الوجدندروسايت أو ابندايمال سلز فعند دلوقتي tumors of the glial tissue أول حاجة فيهم أستروسايت أستروسايت ودي المستقومة الوجدندروسايت الوجدندرو جليومة ابندايمال يبقى ابندايمومة دول أهم تلاتة تحفظهم ليه أول حاجة tumors بتاعت new glial أو glial cells glial cells اللي هم كازا حاجة أشهر حاجة فيهم الأستروسايت ولي جودندرو جليوم أو ابندايمومة طيب تانية حاجة نيرون زباق نفسها أو nerv cells نفسها نيرون يبقى نيرو بلاستومة أو جانجيليون نيرو روم أو جانجيليون نيرو بلاستومة الاثنين مع بعض يبقى نيرو بلاستومة جانجيليون نيرو روم ترجمة نيورون نجيس 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 او حاجة اسمها crinio frangium مش مطلوب منك ترى فيهم بس غير اسامي فقط او ممكن احصل كمان عندي في ال brain lymphomas جايز تكون جوه ال brain او جالها secondary من بره او teomers لحاجة اسمها البينية البودي زي البينوسيتومة ايمن عندي كم حاجة دلوقتي عندي تسعة نقولهم تاني Neuroglial tissue او gliomas Astrocytoma oligodendro glaioma ipendymoma teomers بتاعت Nerve cells او Neurons Neuroblastoma gengelioneuroma gengelioneuroblastoma Primitive undifferentiated cells المضالة البلستوما Tumor of pineal cells البينوسيتومة Tumor of meninges meningioma meningial sarcoma Tumors of prefrontal nerve sheath schoanoma neurofiproma Lymphomas ممكن تحصل primer or secondary Malformative tumors زي الكارينفورنجيoma او dermoid cyst او colloid cyst او metastatic tumors حفظوهم صعب شوية بس ما عايش هنتكلم عليه بالتفصيل الورجنزيشن من نظمة الصحة العالمية قسمتها الورجنزيشن من نظمة الصحة العالمية ومن دير كل واحد اسم انا عندي grade 1 ده هي البيناين بعد كده اثنين تلاتة اربعة دول الماليجنانت وعلى حسب كل ما بزود في الجريد كل ما بيبقى الماليجنانسي والاغريزفنز اكتر انا نصر اول grade اسمها البيلووسيتك استروسيتومة حنشوف دلوقتي اسمها جيبين ده grade 1 الانسلنس بتاعها بتحصل فين في الأطفال الحمدلله في الأطفال Feminine ومكان اللي بتحصل فيه في السيريبلوم يبقى البيلووسيتك او البيلووسيتك او البيلووسيتواتي انستروسيتومة بتحصل في السيريبلوم طب grade 2 جريد 2 بسمها فيبريلاري أسطلوستيرتومة برضو نقول اسمها الجبنين دلوقتي بتحصل فين؟ قالك دي بيغضو اللي اتنين بقى الـ Children والآضلط ومكانها فين؟ قالك يحصل في السيريبيلوم او في السيريبروم برين بقى نفسه السيريبروم طيب الغريد 3 وغريد 4 اللي اتنين بيحصلو في الآضلط والي اتنين بيحصلو في السيريبروم يبقى جريد 1 exclusively في الـ Children وفي السيريبيلوم 3. ماسكة شوية 6. أدلت وأدلت 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 ‫أدلتно 3. أدلتح أولاً البنين 4. بدلنا في الأدلت الأنى الأح Подوضل التوقف مستجزئاء و الديفينت 3. الانا بلاستك 6. الديفينت و الديفينت و الديفينت صحيح و الديفينت 4. الحجي 6. الدوقيت نقول اسمها جمنين برضو جليو بلاستوما مالتي فورم دي انفلتريتف طبعا وتبقى لارج ماس ومعها بقى نكروزيس ومعها هيموريج ومعها سيستي فيكيشنز فالونها مش جريش ويت زي اللي فاتو لان نكروزيس واخد شوية تيلوشكالوريشن الهيموريج واخد شوية ريت كالوريشن فبسميها مالتي فورم كذا شاكي وفاريجيتد وهيدروجينوس مش جريش ويت زي اللي فاتو كده التومرز اوحش كده عندي الكاكروزي كلهم اا اول واحدة فيهم تبقى السيركمسكرايب دولوكلايز وجريشوية زي الفول دخلنا في اثنين ثلاثة اربعة انفلتريتف كلهم نيجي بس للقالر بتاعنا اخر جريت بس اللي تبقى فارجيتد او هتروجنس لان فيها هيموريج وفيها نكروزيس و سيستي فيكيشن هنخش بقى على الميكروسكوبك عشان كده الاسم داخل من الميكروسكوبك ليه؟ انا لدي المكراسوف بتاعت البايلو سيتك دلوقتي الاستروسايت نفسها بتبقى عبارة عن سلق ولها توبولز او توفايبريلري بروسسس كأننا عملت لها دفيره من فوق و دفيره من تحت فبسميها الضفيره ديت بايلو كلمة بايلو دفيره سيتك خلية فبسميها بايلو سيتك يعني الخلية المدفيرتين يعني كل شافت يومر ايه شوية استروسايت او بايلو سيتك سيلز ومعها البروسيس بتاعتها تمام وتبقى هايبو سيلور تبقى فيو يبقى بايلو سيتك من اسمها هي تعبارة عن شوية ايه فيو بايلو سيلز ويسلين لونج بروسسس لما دخلت في الجريد الثانية زودت شوية الباكجراوند زودت شوية الدفير الموجودة دي زودت شوية الفايبريلر بتاعتها عشان كده سميتها فايبريلري استروسايتوما وعملت شوية بليومورفيزن باستخفيفة قوي ما اقدرش اقع عليها اتيبكا يبقى الجريد الثول هي الفايبريلري افتجري فايبريلري علشان خاطر فيها فايبريلري باكجراوند وزودت شوية السيلز زودت شوية الاستروسايت دخلت في الجريد الثري انابلاستيك استروسايتوما لأ زودت السيلولاريتي بقت هايلي سيلور وانابلاستيك لاني مليانة انابليزية طب كده ما ايه الفرق بين الانابلاستيك بقى وبين الجريد الرابع اللي هي الجريد البلاستيك مالتيفورم اهو قالك فيه مع الهاي سيلولاريتي الموجودة والانابليزة دي نيكروزيس كتير جدا هيمورج كتير جدا جاينت سيلز بقت موجودة كتير قوي وعملك حاجة زي الجولمرولويد بادي كده زي ما يكون في الكيدني وبقى فيه كمان حاجة اسمها سودو بالي سيلينج نيكروزيس محوط عليها مليجنة تسلز في سورة بالي سيدي اتبيرنس يبقى ايه اللي هيفرق عندي الجريد الثالثة من الجريد الرابعة الاتنين انابلاستيك والاتنين هايلي سيلولار زودت في الجريد الرابعة الهيمورج الكتير الكروزيس كلمة نيكروز هتفكرني بالستودو باليسيدنج اللي مليكنا نسلزح حوليه من نيكروتيك إرية كلمة هيم رج Bliss هتفكرني في البيلفاسكلات بروليفريشنز اللي موجود في قلب الجليولي أبلو استوما مالتي فورم طب كبهيفيار طبعا أول واحدة كانت أحلى واحدة سؤولا جروينگ التلاتة التانين كلهم محشين أو حاشهم الهيلي أجريسيك اللي هي الجليولي بلاستوما مالتي فورم قلنا جليولي بلاستوما مالتي فورم كلمة بلاستوما أصلا حاجة أجريسيف مالتي فورم كذا شكل انتفقنا كجروسلي كذا شكل في الجروس وكذا لون ومايكروسكوبكالي مليانة حتة نيكروتك وحتة جاينت سيلزي وحتة فيها فاسكولار بولير فرشان كذا شكل فعشان كده جات كلمة مالتي فورم أستروسيتوما أحلاهم البيلوسيتك اسمها يفكرني بأنها هيبوسيلولار وفيها بس أستروسيت وخلاص أوحاشهم الجلايبلاستوما مالتي فورم وأفتكر عنها هيلي أجريسيف ومالتي فورم أتفكرني بالكذا شكل بتاعها سواء كجروسلي أو ماكروسكوبك كده الأستروسيتومة تمام الشكل بتاعنا هو عشان خطر برضه ونفتكر قادل بايلوسيتك لأخذنا بلنا كجروسلي بتبقى لوكولايزد ماس موجودة جوه السريبيلر وكشكل ماكروسكوبك عبارة عن شوية باي بولار سيلز وخلاص ممكن يكون معام شوية سيستي فيكاشن اللي بعادية طبعا لأننا عند برينا هيت وفي ماس تكاد تكون شوية برضو لوكولايزد شوية أنا مش وحشين قوي لكن في المايكروسكوبة بتاعتنا هي مليانة فيبريلاري باكجراونز من كده فيين في الفايبريلاري أنا بلاستيك طبعا باني قدامي هيت حاجة كده هايل السيلولار ومليانة السيلزة بتاعتنا بليومورفك وفيها شوية مايتوزيس كتير وهاي بركروميزة بينينهم لكن مفيش فيها لانيكروزيس ولا فيها الجراموريد بادي ولا فيها الباليسيدينج ولا فيها الهيموريدج يبقى أنا لسه في جريد طبعا في جريد فوره هوت كجروسلي فوقه هوت واخدلك سي في أو لارج واخدلك كل الحتة بتاعت السيبروليومسفيري كل الحتة بتاعت الوطماتر اللي موجود وممكن تجيلك بطر في لايت اخدلك الحتة بتاعت الكوربس كالوزام اللي موجودة وكشكل مايكروسيوبك طبعا الأسهم محتوطة على الحزن اللي فيها سودو باليسيدينج مليجنانت سيلز كتير ومحواطة نيكروسيس وطبعا الصورة التانية ببقى لك ان فيها فاسكولار بلورفريشانز كتير وهايلي السيلور وهايلي أتيبكال جلالي بلاستومة مصر ناخد تانية حاجة المضالة بلاستومة وقلنا من مضالة بلاستومة دي بتحصل فين في اللتشيلدران دائم بريونيك تيومر بلاستومة وكنا فاكرين من قبل كده ان معظم او تيومرز اللي خدناها بتاعت البلاستومات كتكون لها سمول راوند بلو سينز ما كانها فهم اسمها مضالة بلاستومة مضالة يعني مضالة قبلونجاتة يعني في الحتة بتاعت السيربيلوم يعني سيربيلوم يبقى ثانية شو ما اخدناها هو زي البايلو سيتك في اللي تشيلدران وفي السيربيلوم طيب كروسلي بلاستومة يعني وحشة الديفايند وكريش وفاهم روشفاني كروزز مايكروسكوب كاليه احنا هنا سمول راوند بلو سيلز سكانت سيتو بلازما هايبر كروماتيك نيكرياي واخد حاجة اسمها عاملة سودوروزيت يعني سودوروزيت محواطين بلاد فيزيتز كده وعملين روزيتس حواليه وطبعا ديها تلك البيهيفر بتاعها طبعا هايلي اجريسيف ده قدامها على طول لاتر الفينتكل فبتعملك ديسيمانيشان بسرعة جدا خلال السي اس اف كده خلاصنا تاني الكاتيجرو معانا تالت كاتيجرو عندي اللي هي الكلاسفكيشن افزا سي ان اس تيومر هي صعبة شوية وطويلة بس هنحفظها مع بعض تريد حاجة اخدها المنينجيومة دي البيناين تيومر ده كومان بيناين تيومر بيعتادشت غالبا لقلب بيخرج من الاركينويد اعتادشت ديوره وبيخرج من المنينجيوثيليا السيلز بتاعة الاركينويد مطر بيجي اكتر حاجة في الادلت ولو كذا سبب ممكن نبقى ايتروجينيك نتيجة الراديشن او ممكن يحصل اسبرادك كيسي سودال مستقوما او يحصل نتيجة الجينياتيك ديس اوردر خاصة في نيور فيبروموتوس طيب 2 نحفظ عشان لما ناخد نيور فيبروموتوس طيب 2 هنقول مع الحاجات اللي موجودة فيه في منينجيومة كجينياتيك ديس اوردر طب جروسلي قلنا ان هي بيناين منينجيومة يعني يعني والديفايند وكابسوليتد وفير مزيل فول وكاسشن بتاع افتكر ان هي فيها وورلي ابيرامس طب تحت الميكروسكوب قال لك انا بقسمها كزا طيب تحت الميكروسكوب اول حاجة كونفينشنال سنسيشيال طيب ده عبارة عن ايه برولف ريتنج من انجيو سيليال سيلز واخده في شكل الورلي ممكن يكون معاها شوية سمومة باضلس اللي هي الكالسيفيشن ديس اللي موجودة وما بينهم بين بعض فيه استرومة وفيها شوية فيبروسي ده اسمه سنسيشيال طيب يعني ايه افتكروا ازاي وورلي وورلي ابيرانس تاني حاجة سمومتاس طبعا لو كان فيه مورaison مما باضلس ثلاث حاجة فيبرو بلاستيك اللي تبقى اللي موجودة هي اللي موجودة وبعد كدة في بلاستيك هايلي فاسكورور في one with secretory ميكرو어지ك وفي نوع كمان اسمه تنسيشنال اللي يكون واخد الطيب مع نعبينشنال لا Vinny تكن حفزين five senin with CL For this, Luc during a second ولوف تكارت التونسيشنال TP وانا عندي كم نوع 1 2 3 4 5 6 وممكن تكتكر التنشينا المعامي بقى سبعة ممكن تتحول للمالجينة بس داك سيمني ريل ودى تبقى اسمها منينجيال ساركوما شكل ادي عندي الصورة الجروس والديفاين كميسة هي تكابسوليتد ولو عملت لها كاستيكشن يبقى في وورلي والشكل بتانيه صبعا بان فيه خالص الورلي شوية فاسكولار استروم النوع التاني سمومت معظمها مليان سمومة باضيز الكتيرو اللي بعد كده اخدها مترسل اكتيومرز من البريين دي بتاع بقى 30% من اكتيومرز وممكن ديه طبعا عن طريق البرتبرال سيستم بتاع الفينز او السيستم اكارتريز اما بقى ساركومس كارسينومس لوكيمياز لينفومس ساركومس طبعا اكتر حاجة لان كان معظمة تيومر بلواتس بريت لانج برين فحط اول حاجة الساركومه كده موجوده ممكن كارسينومه البرونكو جينيك كانت بلاسينتا كمانو البلاسينتا والبرونكو جينيك تفتكرهم التالت حاجة ما يبقى لكيمياز لينفومس ونخدده لينفومس اصلا تكون برايمري او تكون سيكنتري نهجب ان تتوازد او عاندي واندريعي لتحققا في اول حاجة افكر فيها ايه انا فيها حاجة اسمه وحاجة اسمه وحاجة اسمه نجاح دا يعني الموجود اكيده يعمل شيئا على الارئة اللي هو فيها في عمل خونقشن في الارئة دي على الحسب بقى طيب بالجنرال افكت دا تيومور مسجوي البرين فنازود تبتنشن بتاع البرين هيعمل لك ايه هيديك وفومي تينك وبابلدينة وبرين هرنش فالفومتنج يبقى مشهور أول لأنه يكون حاجة اسمه بروجوكتايل فومتين يعني العيان مش بيفومت لقدام يعني ممكن يبقى واقف هنا ويفومت متر قدام ده اسمه بروجوكتايل فومتينج يبدافع قوية جدا لقدام ده لما تشوف عيان اعرف انه عنده انتراكليل تنشن بقى سواء كان تيومور زي الحاجة اللي احنا قلنا عليها من شوية ما كده عندي البريفرا نيرفشيس تيومور النيرفشيس تيومور خارج منها الأكسونس وعليه مايلينشيس وعلى مايلينشيس الشوانسيس التيومور زي بتاعتها تيجي من الشوانسيس اللي موجود شكل بتاعنا دور حاجة اسمها شوانوما وحاجة اسمها نيور وفاي بروما ناخدهم في صورة مقارنة عشان ما ننساهمش اللي اتنين خرجين اللي منين من الشوانسيس اذا بدأ القروجن بتاعه شوانوما خرجها من الشوانسيس ده كاوروجين الشوانسيس اللي موجودة في اني حتة في الشوانوما اللي سواء كانت على بريفرا نيرف او سبانال نيرف واشهر كرينيال نيرف بتيجي فيه اللي هو التامن او الاتسكرينيال نيرف وبسميه اكوستيك نيروما اكوستيك نيروما طيب النيوروفاي بروما بتيجي من الشوانسيس اللي موجودة في السنسوري نيرفس اللي في السكن فبتبقى عادتنا بتبقى مالطبول وبتبقى بانفول طب تاني حاجة جروسلي بتبقى او الاتنين السنن الدولة لجيمة النيوروفاي بروما لكن أقود قمر موجودها ثاني حاجة انا عزيك تعرفها ان في السلولي?, ان اوارث بديس نيروفاي بروما تالت ابدا تاراتي حاجة إنه الشرونíve بتيجي على صد واحد من النيرف ال норм وان صد من النيرف لكن التاراتيxis النيوروفايبرما تبقى محوطة النيرف كل تبقى ο � ليسروند الجوز عازرقتك في السننين لبيكون ال十ائن الموض apparently السنجل تانية حاجة شوانومة كابسوليتد تالت حاجة ان الشوانومة على من النيرف طب مايكروسكوبك قال لك انا عندي شوانومة دي بتاخد شكلين حاجة اسمها أنتوني A وحاجة أنتوني B الخلايا بتاعت الشوانسس دي بتروح جميع بعضك ده تتحوش في ناحية بسمية أنتوني A اللي يعبار عن هاي一个 السلولور عريعم ولا ترين مليان السلزة والبروزيس بتاعيها تانية јرية بقى فضي ما فيهاش حاجة خالص فيها شوية بس ميكروسيس بسماء انتوني B يما بص على شوانومة تحت Indonesi انتوني A بيبقى هاي الاسلولور رئيس انتوني B tutaj ung عبار عن شوية مايكروس شوية ميكروسيس لكن بالنيروفيبرومة من إسمها شوية إيه سبيندل سلزم موجودين مع ويفي نيوكلس ومعام شوية كولاجين موجود معيكو دكتورة نجلاء النهاردة ان شاء الله هنبدأ في الديزيز بتاعة النيرفا سيستم الكاتيرو اللي بعد كده اخدها متصد الكتيومرز من البريين دي بتاع بقى 30% من الكتيومرز وممكن دي طبعا عن طريق البرتبرال سيستم بتاع الفينز او السلزم نيروفا برومى الموجودين لها صوة منan or 나� الناس عاميuvre موهور تبها في صورة نيروفاي بروما توزيس سندروم تسمي طيب 1 و طيب 2 نيروفاي بروما توزيس طيب 1 و نيروفاي بروما توزيس طيب 2 نيروفاي بروما توزيس طيب 1 ببقى فى موالطابول نيروفاي بروما زم محن نعيد من كيفين بدلاولي نيرو فيروي كافي اولي باتشز نفتكر ان يقولي هكذا بنسبولي نيرو فيروي第二 معي كمان تشينجيز في الاسكن في صورة باتشز اولي براون معي شوية ملونة ومعي كمان مربك pensionيز ملاحظر اولي with the أنا قلت النتجول في الايرس يعني في الاي وكمان معها اوبتك نيرفي غليوميز يبقى خدت النيور فيروفينتوس طيب وان أحفظه أربع حاجات أول حاجة مالتبول نيورو وفايبروميز معاها كافي وليباتش في الاسكن معاها بجمنت نتجولز في الايرس وصميها الليش نتجولز وافتكر كمان معها اوبتك نيرفي غليوميز طيب نيرو فيبرامتوس طيب 2 طيب 2 لو خلنا بالنا طيب 2 يساخد نيورو في المنينجيومع وبدل النيوروفيبروم Blazer ان عندي شوانومة في ال800 سكرينينال نيرف كمان ابندىيمومة ابندىيمومةwww الآن يأتي في الجليوميز التي تبقى ليننج الفنتركل هيدروكيفلوس ديفنيشن ابنورمال ديلاتيشن للفنتركلار سيستم أنا عملت ديلاتيشن للفنتركلار سيستم شكراً